في معركة العالم ضد التغير المناخي تبدو القارة الإفريقية الحلقة الأضعاف حيث تتحالف عوامل عدة تمنع العديد من دول القارة السمراء من خوض سباق التغلب على أزمة المناخ بالإضافة إلى المتاعب السياسية والاقتصادية الدائرة في بقاع عدة في إفريقيا تقرير حديث يكشف أن إفريقيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع من بقية أنحاء الكوكب وأن تغير المناخ قد يؤدي لإذكاء الصراعات على الموارد في القارة أضاف تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن تغير المناخ وتقلص قاعدة الموارد الطبيعية قد يؤججان الصراعات على الأراضي الزراعية والمياه والمراعي الشحيحة حيث تزايد العنف بين المزارعين والرعاة على مدى السنوات العشر الماضية بسبب الضغط المتزايد على الأراضي وقال تقرير أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم بانخفاض إنتاج الحبوب إلى 33 مليون طن أو بنحو 10% عن متوسط السنوات الخمس السابقة أرقام صادمة أخرى تخص المعطيات في إفريقيا أصدرتها منظمة اليونساف حيث صنفت الوكالة الأممية الأطفال في 48 من أصل 49 دولة إفريقية تم تقييمها على أنهم معرضون لخطر كبير لتأثيرات تغير المناخ عبر تعرضهم لصدمات البيئية مثل الأعصير وأيضا موجات الحر تسهم التحديات المستمرة في زيادة ضعف الأطفال مما أو بما في ذلك محدودية فرص الحصول على خدمات صحية ونقص المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم الجيد وارتفاع مستويات الفقر تسهم إفريقيا ككل بأقل من 3% من إجمالين انبعاثات العالمية ومن المتوقع أن يكثف القاضة دعواتهم خلال القمة الدائرة في نيروبي للحصول على الدعم المالي لمساعدة القارة على التكيف مع أزمة المناخ